اشتركوا في القناة متمنيا لدولة قطر وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار وأشهد سموه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما يشهده مسار التعاون بينهما من تطور مستمر في مختلف المجالات تحقيقا لمصالحهما المشتركة وأكد سموه اهتمام مملكة البحرين بما من شأنه الارتقاء بآفاق التعاون والتنسيق بين البلدين ومشددا سموه على أن تعزيز التعاون الثنائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يصب في خدمة العمل الخليجي المشترك وتسريع وطيرته على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جانبه أعرب السفير القطري الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يبدله سموه من جهود متواصلة لتعزيز وتنمية أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في ظل ما يجمعهما من روابط أخوية وسمات مشتركة تشكل أساسا داعما لتحركات البلدين في اتجاه النهوض بمستويات التعاون المشترك في كافة المجالات